السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكون وبشيروا بالفصح يا رب دايما وكل سنوات طيبين بمناسبة عيد الام وكل سنوات طيبين بمناسبة رمضان دي تجربتي بجد تجربة هيلة جدا شي داكس انا شعري كان بجدمت بهد الجامد جدا وطبعا مش هنقول ان هو بقى السحر والكلام ده كله لا يعني هو هنقول مثلا فرق مثلا يعني ستين خمسة وستين في المية يعني احسن من الحاجات التانية انا جربت حاجات كتير جدا يعني مش عارف اقول ايه والله بس الحمد لله يعني جيت مثلا من كم سنة كده تلات سنين تقريبا جالي من الامارات زيوت بقى هندية وكده برشوت جولد وترشوب للقشرة وترشوب بيطر الشعر والكلام ده كله المشكلة ان انا يعني ما كنتش عارفة حيطة ان ما ينفعش ان انا استخدم زيوت كتير فترة يعني فترة طويلة وما ينفعش كمان برضو ان انا استخدم الزيت مباشر على الشعر واسيبه فانا كنت بسيبه يعني عادي على الشعر مفيش اي مشكلة لكن ديه غلطة المفروض الزيوت ان ده اللي عرفته مؤخرا يعني بعدما شعري بادل من الزيت يعني الزيوت اما تقعد على الشعر مدة اطول بتحرق الشعر وده اللي حصل بالفعل في الاول كانت بتجيب نتيجة هيلة جدا وكانت حلوة جدا 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 بعد كده بقى انا عدت فترة انا عدت بتاع سنة تقريبا بستخدم الزيوت دي هي حلوة جميلة والله مش وحشة بس هي الفكرة ان الزيوت لازم تتعمل حمام زيت اضهنه على شعري واسيبه مسلا ساعتين ثلاثة بيج كتير جدا يعني اربع ساعات ده ده يعني لو انا ايه ما مش هقدر ان انا اخسله بسرعة وبعد كده بقى يتشتف ويتغسل ويبقى تمام التمام لكن طبعا انا كنت باسيبه باليومين ثلاثة فده اللي حصل وطبعا احيانا ممكن كنت باسيبه بكتر من كده كمان اربعة ايام فالدنيا بازت معي جربت حاجات كتير جدا ما جابتش نتيجة اللي هي يعني بس اهو يعني الدنيا ماشية بس برضو لا كنت باشوف كتير جدا شعري متقصف كتير جدا يعني مجرد لسه غسلاء وسرحت وتمام التمام اول يوم وتاني يوم الشعر زال فل مجرد ما تاني يوم بالليل كده ولا حاجة ولا ابتد الشعر بقى ينشف وانا من نوع كمان برضو ان شعري من نوع له بيشرب الزيوت بيشرب الكريمات والحاجات دي اي مادة دهنية بيمتصها بسرعة جدا وبسهولة جدا يعني فالموضوع كان بيبقى بايز عمدي خالص لازم كل يوم اصرح شعري ولازم كل يوم ادهن كريم او زيت او الكلام ده كله وبردو في بعض الكريمات وحاجات كده ما لأ ما حسيتش ان هي بتجيب نتيجة طبعا فاتيكا والحاجات كل الحاجات المضروبة دي كده ما لاش اي ثلاثين لازمة هبتعملش اي حاجة ما بتجيبش اي نتيجة وبالقي برضو الشعر هايش ومقصف وحاجات كده غريبة فالحمد لله بقيت بقى اعمل زيوت برضو بس اوقفت فترة كبيرة بس في الموضوع يعني بقى احسن الحمد لله بس فالحمد لله يعني وصلت للنتيجة النهائية جبت شهادك كانت اخت اللي لقيتلي عليه فاختي قالتلي عليه قالتلي بخمسة وستين جنيه انا عارفة طبعا من اول منازل كان بمية وثمانين ومية وخمسين وحاجات كده كتير بس طبعا الواحد ما كانش واصق في حاجة زي كده انا اجيب حاجة انا ما اعرفهاش وغالية لان كتير جدا الواحد جرب حاجات غالية مش جايبها نتيجة ما بتجيبش نتيجة ومش حلوة كان فيه برضو واحد تاني بس مش فاكرة والله اسمه ايه كان حلو جدا برضو عايز الناس كتير جدا متشكر فيه كنت عايز اجيبه بس خفت المهم اما اختي لقيت ده كده هو تقيتلي جربة مش هتخساري شيء هو بخمسة وستين جنيه بجد هايل والله العظيم طبعا ارجع اقول تاني هو مش الحرير والسحر والكلام ده كله بس بيفرد التكسير اللي في الشعر التقصف بيقلله شويتين تلاتة بجد بجد والله جميل حتى يعني ملمسه حلو طبعا عشان مسكة التليفون فاحاول افتح طبعا ده واقع الكسر والغضى الحماية ده احلى حاجة فيه لعشان لما بيقع ما يقعش على الارض فبجد يعني هو تحس بالعمل زي السمنة كده شوية وريحته حلوة جدا على فكرة بيخلي ريحة الشعر هيلة مناعم قوي يعني في زيوت كده تحس ان هي تقيلة كده لكن ده لأ يعني جميل انا من زمان وبعين الحاجات اللي عامنا زي السمنة دي كده والفازلين والكلام ده كده ما كنتش بحبهم بس مع الاسف او مش مع الاسف او يعني هما دول الحاجة الوحيدة اللي بتجيب نتيجة يعني الحاجات اللي هي التقيلة دي دي اكتر حاجة بتفرد الشعر اكتر حاجة بتفرد التكسيرات اللي في الشعر والهيشان بتقللوا كتير قوي فاي حد يعني شعره بيهيش كده زي حالاتي لان انا الكريمات والشامبوهات والحاجات دي انا بمسحه طبعا في شعري عشان همسح ايدي فين؟ فالكريمات والشامبوهات والحاجات دي اه الكريمات قصدي لازم تبقى اللي هو التقيل ده كده بيبقى حلو جدا على فكرة في الشعر بس طبعا فيه انواع وفيه حاجات كتير فيه ممكن حد مسلا يعمل تجربة زي دي كده بدل ما روح اجيب مسلا بخانس وستين جنيه اه حسب طبعا فيه امكانيات كتير مسلا الواحد ما يقدرش يجيبها ممكن يعني فكرت بفكرة ان انا ممكن اجيب فازلين مسلا واجيب مسلا زيت عطري بس طبعا حاجة تنفع تتحط على الشعر او ممكن احط نسبة صغيرة خالص انها تجي للشعر ريحة حلوة وفي نفس الوقت ما ما تبقاش الموضوع تقيل يعني عشان ما يدرش الشعر بس فدي تجربتي جميلة جدا وهيلة والله وانا حبيته قوي طبعا برضو ارجع واقول تاني هو مش الواو قوي بس حلو يعني هو حلو جدا 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 فبالنسبة لشعر ان هو كان متقصف جامد قوي وعلى طول هايش لا ده يعني لم الليلة وزبط الدنيا بس الواحد كده يسرح كل يوم طبعا مش فاضي انا انا سرح كل يوم سوى البيت والليال والكلام ده فبحاوب بقدر امكان انا كل يوم اسرح ولمي شعري والكلام ده كله بيبقى الدنيا تمام والله والسلام عليكم